تبريد وتكييف الهواء وفي الحلقة السابقة عن غرف التبريد وغرف التجميد الخاصة وعمليات الصيانة الخاصة بها عمليات السنة بذكر حضراتكم المفترض النهاردة أنا بعمل لي عملية صيانة أنا بحاول أن أنا هنا أعمل عملية فحص لبعض الأجزاء وبعض المكونات واللي ممكن اقتربت على أنه ممكن يحتفظ بها عملية تلف واللي بتأثر على أداء بعض المكونات الأخرى وقد تؤدي لحدوث أعطال جسيمة وتعمل لي مشكلة في المنظومة عشان كده إحنا النهاردة بنكمل مع بعض مؤيسات الصيانة وكلمنا على بعض الأمثلة الخاصة بغرف التبريد خلاص وغرف التبريد التجميد بس في حيث جزئية بأكد عليها في عملية الصيانة عشان باجأ أحسب هنا زمن العملية في كل المؤيسات السابقة كنا بنتكلم هنا في مؤيسات التركيب في بعض الخطوات لابد أن يكون الخطوات دي بتتقال بشكل مرتب أو بشكل ترتيب منطقي واضح الخطوات اللي موجودة عندي في شكل مرتب اللي ما احنا بيتكلم عنها دي هنا في الصيانة هنا ما بشترطش هنا الخطوات تكون مرتبة إنما هنا أنا بشترط بيكون معاي إن الأجزاء اللي هيبقى فيها مشكلة أو الأجزاء اللي هتورم إجراء عملية الصيانة لها كلها هتذكر لكن لو في بعض أجزاء مرتبطة بمسلا بخطوات أخرى مثلا بتقال يعني أنا النهاردة مثلا اديدك مثلا وسيل التبريد في الدائرة وسعر الوسيل التبريد اللي هستخدمه يبقى طبيعي إن أنا هبدأ أفارغ الدائرة وعمل إعادة شحن للدائرة الموجودة معايا يبقى أنا أنا مش هستخدم هنا وسيلة لتخزين شحنة مركب التبريد طالما نديدك هنا سعر المركب التبريد اللي هيتم استبدال الشحنة الموجودة معنا طيب في بعض الأوقات ممكن ما دكش هنا اللي هي وسيلة التبريد وقال دي لها أديك سعر يبقى أنت قد تفهم هنا من الموضوع إن أنت هنا تصدع إن أنت هتخزن شحنة مركب التبريد يبقى لأنه خطوات اللي بتستخدمها في عملية تخزين الشحنة لازم تذكرها في زمن إيه العملية اللي عندي خلاص إنما النهاردة عندي مثلا محرك في عطل يبقى هنا بيتم نفك المحرك القديم خلاص وهم بيقل إن حيتم استبداله بيتم هنا فك المحرك القديم واستبداله بآخر جديد بنفس المواصفات الموجودة معايا ونفس القدرة أنا مثلا في عندي مثلا جزئية هغير قلبي مثلا مادة الفلتر بيتم هنا فك مثلا الفلتر وهنا رفع من مادة الفلتر القديمة وقلب الفلتر العديم ويتم بيستبدالها باخر ايه باخر جديد لسا انا مش شرط ان انا هنا ابدأ اتكلم بخطوات منطقية مرتبة مش خطوات منطقية مرتبة خاصة في عملية الايه السيانة لان فيه بترجع من فني لاخر فيه فني بيرتب اموره في الاول والله ممكن ياخد يخلص الحاجات الخفيفة في الاول الحاجات البسيطة وفيه فني ويبدأ يخلص في النهاية عملية شحن وتفريغ مثلا الحاجات الطوية الكبيرة فواحد يقول لك لا اخلص الاول الاجزاء الاساسية الاول وبعد كده اخد الحاجات الخفيفة دي في عملية الصيانة فدي بترجع زي ما قلت لكم نمط الفني او نمط اللي بيشتغل معاه طبعا ما بتكلمش لان النهار ده كل طبيعة انت بتراحة تقوم بعمل الصيانة انتش عالف الواحدة اللي هيكون فيها اي فيها مشاكل معينة بيتم تحددتها وبعد ما بيتم تحددتها بيتم تجهيز الاجزاء اللي هيستبدالها عندك وتبدأ بمرحلة الايه العمل اللي عندي طيب تعالوا كده نشوف مثال كده مؤيسة من المؤيسات الغرف التبريد واللي احنا خاصة بعملية الصيانة ونشوف المكونات بتاعتها ايه وهو طالب ايه في المؤيسة وايه المطلوب نحسن بيقول لي هنا هنا عندي غرفة تجميد سابقة التجهيز عند اجراء الصيانة السنوية لها تبين وجود الاعطال الاتي اول حاجة قال لي محرك مروحة المباخر تالف وبيلزم استبداله باخر ايه باخر جديد ازا اول جزء انا هتكلم عنده عملية استبدال اللي هو محرك مروحة المباخر وباخر جديد هفك القديم وركن مكانه الجديد كما تبين ايضا وجود تنفيذ او تنفيذ بخط الطرد خلاص يبقى انا اخلي بالك فيه تنفيذ بخط مين الطرد يبقى نهاردة هدور ازاي اعالج التنفيذ تمام وفي نفس الوقت ايه ممكن ان اشحن واحتراق لمبات الاضاءة الداخلية ودي عادتهم اتنين بيكون داخل الغرفة او داخل المغزن فيه لمبتين اتنين اضاءة بيقول هنا لمبتين اتنين محروقين يبقى انا هستبدالهم هشيل القدام واركب مين اتنين جدان طيب وان اسمام التمدد الحرارة مركب بالدقرة بيحتاج الى ضبط يبقى انا النهاردة ممكن انا ببص معايا بفك اسمام التمدد الحرارة وعمل عادة ضبط قد في بعض الوقت يحتاج انه غير ابر او ازبط مثلا ابرة معينة حسب الساعة التبريدية او حسب ساعة التبريد المطلوبة داخل مين داخل المغزن وكذلك تلف مبين الضغط العالي اللي هو الهاي بريشر تمام فهي عم بيكون معايا بشوف برضو هنا مبين الضغط مين العالي بس انا بتكلمش هنا انا بتكلم هنا هل هو مبين ضغط عالي انت رجل بيكلم هنا مبين مبين يعني بيكلم على عدات ضغط ايه عالي وليس قاطع وقايا من الضغط العالي وبين انا بركب كمان فينا عندي عدات بيقصنا الضغط العالي في خط الطرد بيبقى فيه ورضو يقول لي انه تالف طيب وكمان فيه هنا تلف شريط المسخنات شريط المسخنات ده متركب فين ولازم احدد ما فيه شريط المسخنات بيبقى متركب على الباب وفيه شريط المسخنات متركب على مصورة الصرف للماء المتكاسف في الغرف هو هنا محدد له لو الشريط المسخنات المركب على مصورة تصريف المياه بالغرفة بيقول هنا المطلوب عمل هنا مؤيسة التكاليف النهائية لصيانة شوفي لا يأكد على كلمة ايه صيانة وإصلاح الأجزاء التاليفة بالغرفة إذا علمت لأن 8 محرك مروحة المبخر الجديد ده 200 جنيه طيب مبين الضغط بتاع 130 جنيه 8 لمبات الإضاءة وقال لي عندي هنا فيه لمبات الإضاءة همه 2 الاجمالي مديني 25 جنيه وقال لي 8 لمبات الإضاءة عن لي ما بين قسين ما ليش 8 لمبات الإضاءة trong 1 سيكون من ضمن خطوات اللي هي زمن العملية اللي عندي اللي هو خاصة بعملية التفريغ وشحن من الدائرل عندي سيكون 8 وسيط التبريغ 200 جنيه يقول هنا 8 قلب مدت التكفيف اللي بتتمي تركيبها في المجفف خمسة وعشرين جنيه وصلت شريط المسخنات الجديد هيكون خمسة وسبعين جنيه طيب مواد ده انا بستخدمها في عملية لحام وعلاج التنفيذ بخط الطرد بتكون بمبلغ خمسة وعشرين جنيه انا ممكن هكونها مثلا هلحم دفكن هلحم مادة مثلا معينة خلاص هلحم مثلا موجود معينة مثلا فضة يبقى هو عموما مواد اللي هستخدم في عملية اللحام اللي هعالج به عملية تسريب اللي في خط الطرد بخمسة وعشرين جنيه اجر العامل الفاني تمنتاشر جنيه في الساعة والعامل المساعد اتناشر جنيه في الساعة التكليف الغير مباشرة تقدر بمبلغ تلتمية خمسة وسبعين جنيه يبقى انا ما اروحش تاني ارجع احسب اقول لك دلوقتي في بعض الناس يقول لك ايه لو ما اذكر لكش التكليف الغير مباشرة في المؤيسة خلاص يبقى مئة وخمسين في المئة من اجوره عمال خلاص لأ انا ما بتكلمش دلوقتي انا ببدأ اركز هو اي اللي هو التكليف غير مباشرة كام بيديني المبلغ بتاعها توتل تلتمية خمسة وسبعين جنيه خلاص مش يحسب حاجة اما يجي هنا في حساب او في جدول الحساب بالتكليف النهائي هكتب التكليف الغير مباشرة واكتب قدامها المبلغ تلتمية خمسة وسبعين جنيه الارباح بتاعتي قال لي تحسب بنسبة عشرين في المئة من التكليف الايه الكل ايه تمام طيب يبقى كده خلال الجزئية دي استعرض بعض الحاجات نو بص مركز زي ما قلنا مع بعض انركز جدا في الملاحظات اللي بيتم اضافت ان هنا هتستخدم لمبات اضاءة موفرة حديثة يبقى انا ما تروح هنا تجيب لمبات اضاءة الاول بتدور على لمبات الاضاءة اللي ايه الموفرة الحديثة اللي مكتوبة عندك في المؤيسة طيب وممكن في بعض الناس يقول لك ده هركب هنا لمبات فرورسينت افضل او اللي كانت متركب فيها فرورسينت ماشي اللي كانت بتحاول تركب لمبات ليد او لمبات حديثة موجودة معايا بحيث ان انت بتوفر في الطاقة المستهلكة من ناحية وكمان بتوفر في الحرارة اللي بتنتج منين من اللمبات اللي عندي دي خلاص يبقى احنا كده هنبدأ نشوف خلي بالنا العملية الاضاءة اللي موجودة معايا هل هي لمبات حديثة ولا لمبات ليدات موجودة معانا اللي موجود او المتاح اللي هستمي انها تركيبها او استبدالها في عندي بنبدأ بقى نحسب بقى هنا جدول تمر الخماد طبعا هنا الجدول ده هيكون هو جدول ثمن الخمات مش هيتم فيه حساب لان انا هجمع مجموعة الخمات زي ما قلت مع بعض في خطوات قبل كده ان احيانا بيبقى جايب لي الخمات اجزاء يعني مثلا جايب لي عدد مثلا اتنين مفتاح الثمن المفتاح الواحد خمسين جنيه يبقى اتنين في خمسين بطلع مثلا يبقى ده بمية جنيه طيب يعني عندي ايه شريط المسخنات هستخدم ثلاثة متر مثلا شريط مسخنات ثمن المتر مثلا عشرين جنيه يبقى ثلاثة متر اضرب الثلاثة في عشرين عدد ستين جنيه هنا انا بحسب الخمات وبعد كده بقى ام حاطط كل الخمات ايه اجمال الخمات كلها في قلبي ايه في قلبي جدول انما هنا في الجدول ده انا هعمل عمية حصر لان ما فيش خمات هيتم حسابها كلها خمات موجودة بشكل مباشر تم وضع اسعارها بشكل اهم مباشر فانا هبقى بقوم بداخل مباشرة الاول ببص على موايسة كويس وارى اسعار الحاجة اللي موجودة هل هو مديك سعر للقطعة او سعر للوحدة ولا مديني اجمالي 8 الوحدة لو مديني اجمال 8 الوحدة خلاص مش احسب حاجة انا هدخل مباشرة نزا ما قلنا ابدأ اعمل صمم الجدول بتاعي ابدأ اعمل مسلسل الصنف بتاعي وبدأ السعر بالجنيه والقرش والملاحظات ابدأ اكتب الاصناف اللي عندي وقت بسعر كل جزء تمام? واكون مراكز جدا ان نراجع المؤيسات الحاجات المالية دي يا جماعة والاجزاء الموجودة عندي بترجحها مرة واتنين وتلاتة احنا افترض دلوقتي انت رايح تعمل عمية صيانة وانست تضع حط مركب التبريد ما انت كده كده عشان تعمل عمية الصيان لازم تجيب مركب تبريد تمام? ولازم تحط مركب تبريد طب انت ما ادركتوش في المؤيسة وانت كنت مثلا ادركتو مثلا مؤسسة حكومية ولا مجال حكومة حيلتزم بالايه بالمكتوب في المؤيسة كاسعار ومكونات الموجودة معايا انت كده كده في التركيب عشان تركب وتقولي دا اللي اشتغلت لازم هتستخدم الجزء دا? تمام? فبالتالي لازم هنا بيتم براجعة المؤيسة وتمن الخامات المكتوبة بشكل ايه? بشكل جيد ايه جاعتاني نشوف بقى مكونات بتاعتنا قلنا هو ادي محرك مروحة المكاسف دا من 800 جنيه ومبين الضغط العالي الجديد دا 830 جنيه لمبات الاضاءة عددهم اتنين دا 25 جنيه مادة التكفيف قلب المتخاص بمادة التكفيف تمام? دا 800 جنيه موجود معايا وسيط تبريد 200 جنيه خلاص وعندي هنا وسيط التبريد الموجود معايا دا قلنا 200 جنيه والشريط اللي هو المسخنات الجديد ب75 جنيه ومواد اللحام اللي موجودة عندي في حدود قدرة ب25 جنيه لما جمعنا 8 الخامات او اجمالي 8 الخامات واللي تم وضعها من قبل خلاص 680 جنيه احنا لو جينا بصينا كده وركزنا زي ما قلتلكم بص العدد العناصر انا هنا اخدت كم عنصر واحد اتنين تلاتة اربعة ادي خمسة ستة سبعة تمام? طيب هنا لو بصنا الاسعار ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة ادي خمسة ستة اذا في عنصر سراس يبقى انا لازم يكون عندي زي ما قلتلكم لازم اراجع في المؤيسة بص عندي على المؤيسة الموجودة معي ايه الجزء المعاصر اللي انا ما ادركتوش خلاص؟ بالسعر اللي ما ادركتوش ارجع بقى للمؤيسة بتاعي واشوف الجزء اللي موجود معي اللي انا ما ادركتوش في المؤيسة وبيتم هنا وضعه في المكان المخصص ايه المكان المخصص بيه تمام لو بصنا تماما المحرك متاح مبين الضغط برضو عندي متاح الان بطر اضاءة 25 جنيه هو قلب مادة التكفيف هي اللي فضله ارجع اشوف انا هنا دريبتها وكان مقدر هاللي بكام ويتم وضعها في المؤيسة وتجميع المؤيسة بشكل صحيح لو تم هنا تجميع المؤيسات تماما الخامات هحصل على تماما الخامات 680 جنيه الخطوة اللي بعد كده وهي حساب زمن العملية او الزمن اللازم الزمن مين اللازم للعملية زي ما قلنا مع بعض انا نهاردة بيكون مجموعة الخطوات اللي انت هتقوم بعملية الصيانة فيها وهنا بالشارط زي ما اتفعل ان انا ممكن امشي بخطوات مرتبة عندي ولكن اول خطوة عندي انا المفترض ان انا دلوقتي ايه مش انت هتشحن الدائرة بتاعتك خلاص ويه هتفرغ هتفرغ الدائرة شحنة تاني يبقى لازم اشغل الضغط واترد اي شحنة بوسيط تبريد موجودة انت قلت فيه تسريب يعني قد يكون فيه بقايا مركبة بتبريد موجودة في الدائرة قبل ما استخدم عملية الحام او خلافة بطرد شحنة مركبة بتبريد اول جزئية شغل الضغط واترد ما تبقى من وسيط التبريد بالدائرة من فتحة صمام خدمة الطرد الموجود معاها او اي جانب يعني انا ممكن يكون فيه بلف متركب على السحب بلف متركب على الطرد اي فتحة موجودة معا انت بتطرد شحنة غلاص بتفتحت الدائرة فتطرد من اي جزء موجود معاك او اي بلف موجود في الدائرة بتاعت بعد ما بنتهي من عملية الطرد مركبة بالتنبيب الكامل ببدأ اجيب مواد اللحام الموجودة معايا واشوف مكان التنفيذ فين بين مصورة الطرد وابدأ اعمله عملية تنظيم بشكل جيد وابدأ في عملية اللحام زي ما قولنا ممكن يكون قد يكون لحام مؤقت زي ما قولنا ببعض المواد العاجينة اللي بنستخدمه عندي زي ما عاجوني دفكن اللي بيتم استخدام او لحام المخراب به او ممكن يتم لحامه بالفضة مباشرة عن طريق لمبة لحام وابدأ استخدم سيخ فضة وابدأ هنا اسد التقب الموجود معايا ده كل ما بتوقف على حاجة بحجم التقب الموجود معايا ومدى امكانية عملية اللحام او المكان اللي هيتم اللحام من عدم الخطوة اللي بعد كده فك قلب مادة التكفيف فقب فك الفلتر بتاعي وابدأ اشيل مادة التكفيف الموجودة معايا خلاص وابدأ اجيب اللي هو القلب الجديد ويتم وضعه داخل المجفف وربط المجفف في مكانه عندي الامور زي ما قولنا مع بعض هنا توزيع الزمن هنا توزيع الزمن هنا زي ما قولنا تقدير بيرجع لجريمين اللي هو الامكانيات الفني اللي بيستغل او الفني او العامل اللي بيشغال قلنا الخطوة اللي قولنا ده اتصراغ في عملية التفريغ ونتأكد من عملية التطرد كل شوح المركب التبريب الكامل وكان اشغل الضغط وقعد في حدود ساعة اعمل عملية اللحام للتقبل الموجود معايا مثلا نوعا مكانة استسريب ده في حدود نصف ساعة اشي افك الفلتر وغيره بغيره وحدود نصف ساعة لهم تلاتين ايه دقيقة طب انا عندي ايه تاني من الاجزاء الموجود معاني كان قال لي من ضمن المشاكل الموجودة عندي واللي هاجري على عملية الصيانة هو صمام ضبط صمام التمادد الحراري طب صمام التمادد الحراري ببدأ افك هنا صمام التمادد الحراري وزي ما قلنا مع بعض صمام التمادد الحراري بيكون وش مثلا موجود من اعلى وبيكون في مجموعة من الابر او في ابرة بتتحكم في فتحة معينة قد يكون مثلا انا ما بحصلش على درجة الحرارة المطلوب بحتاج رجلش الف المصمار ده شوية بحيس ان ساعة الابرة مثلا موجودة عندي تحت او اغير الابرة بالكامل لاني ممكن يكون بعض الصمامات بيتم تغيير الابر واقطار الايبار دي بتوقف على حاصل درجة حرارة التبريد اللي انت عايز داخل المغزن اللي عندي فانا انا هنا بيتم يفكر اسمام التمادل الحراري ويتم ضبطه خلاص وثم بيتم تركيبه مرة اخرى ما عندي وبتأكد طبعا انه بيديني الغرض المجود معي هناك بعض الاختبارات بنختبر بها اسمام التمادل الحراري ممكن باختبارات زي ما قلنا عن طريق الفريونف على الباب الحساس هل بيه مثلا بيعدي او بيطلع بجزء مثلا معين ولا لا فبيتم ايه اختبارات ولكن هنا كل الهدف رئيسي انا بازبط هنا بيكون مقدار الفتحة بتاعها خاصة بالصمام بيتم عدد ضبطها طبعا لدرجة الحرارة المطلوبة داخل الغرفة خلاص وباركب الوشي خاص بصمام التبديل الحراري مرة تانية لو جينا بصنا كمان هنا بيبدأ هنا ابدأ اشوفها لمبات الاضاءة التالف ارفع هنا لمبات الاضاءة التالفة وابدأ اركب اللمبات الجديدة الموجودة في مكانها وده طبعا الامر ده ما بيستغرقش فترة طويلة في حدود عشر دقايق لانت بتفك اللمبة انت المشكلة مش في القاعدة ولا مشكلة مثلا في شاسية اللمبة ولا الكلام ده ده انت بتفك اللمبة نفسها فالموضوع ما بيستغرقش غير وقت بس جدا وهو انا برفع لمبات الاضاءة التالفة واركب مكانها اللمبات الجديدة بدا هنا افك كمان مبين الضغط مبين الضغط ده بتركب كده مثلا بصمولة بينيو موجودة على خط مثلا الطرد خط الطرد لان هنا بيتكلم على ايه مبين الضغط العالي فاكيد متثبت على خط مين بخط الطرد او منطقة الضغط العالي بدا فك الصمولة بتاعته القديم والتاني بيكون مجهز هو كمان بواصلة بصمولة بدا هنا اركبه في مكان القديم الموجود معي بدا هنا بيتم هنا افك هنا مبين الضغط العالي القديم واركب مكانه المبين الجديد قد افك هنا محرك مروحة المبخر التالف واركب المحرك الجديد مكانه يعني انا كان عندي هنا محرك مروحة المبخر مراوحة المباخرة انا بفك لغلاف الخارجي بيتبنى قدام مجموعة المراوحة الموجودة معايا بيتم فك التثبيت الخاص بمحرك المراوحة ورفعه وتركيبه ورفعه من على المراوح ثم بركب المراوحة ايه؟ مكان ولكن امور دي تفصيلية بتستخدم فيها خطوات تفصيلية اكتر من دي ولكن هنا زي ما قلنا عملية الصيانة بتختصر على الخطوة اللي انت بتقوم بيهم انا هنا هفك هنا محرك المراوحة القديمة التالف وركب مكانه محرك القديمة قديمة اركب اللمبات الجديدة وهكذا مثلا عمليات الصيانة كخطوات فنية بتكون ابسط واسهل من الخطوات الخاصة بعمليات التركيب او العمليات المختلفة اللي ابي كده في الصيانة العام طيب زي ما قلنا توزيعنا الازمينة معايا فاك ان الصمام ده هيخف السارق في حدود ساعة وضبطه ساعة رفع اللمبات في حدوده عشر دقايق مبين الضغط بضع في حدود عشر دقيقة اللي هو فاك المحرك المراوحة قديمة السارق ايه؟ ساعة موجودة معنا خطوة اللي بعد كده بابدأ بقى كان في عندي مشكلة في شريطة المسخنات الخاص اللي متركب على مواسير الصرف الماء المتكاسف فانا هابدأ افك هنا شريطة المسخنات التالف القديم اللي متركب على مصورة التصريف وابدأ اركب هنا اللي هو الشريط الجديد واسبته جيدا على المواسورة اللي متركب معاه وده هيستغرق في حدود تلاتين دقيقة بعمل عملية تفريغ بقى لدائرة التبريد خلاص احنا هنبدأ ما انت عندك هنا وصل التبريد هتفرغ الدايرة وبختبر التسريب او التنفيذ اللي موجود معايا ده هيختار له في حدود عملية ساعتين اتنين ويه بعد كده بشحن الدايرة بوسيط التبريد المناسب الجديد وبرضه بقى عمل عملية اختبار التنفيذ مرة تانية بعد الشحن وده في حدود ايه؟ ساعة ببدأ بقى ففنش انه اوصل الطيار الكهرابي للدايرة واشغل دائرة التبريد الموجودة عندي في الغرفة باختبر عملها وكلمة انهاء العمل ديه في حدود تبريد اربع ساعات يعني اللي جمالي 12 ساعة ولكن حدة ان انا النهاردة بابدأ انهاء العمل في بعض الحاجات عملية خاصة بعملية تشطيب العمل يعني انا النهاردة اللي بنهي للعمل ازاي؟ انا فنشت بشوف اي حاجة محتاجة تنظيف بانتضفة عندي معدات او اجزاء او ادوات متركبة موجودة معايا محطوطة ابدأ لتبه وعيدها لما كانها الخاصة بها بحيث ما تتقديش عملية انزلق لانه ممكن يكون في معدة ولا حاجة تبدأ اه المعدة دي ارفعها اكثر بها مصورة ولا اعمل فيها مشكلة تانية لا انا ببدأ النهاردة بابدأ منهي العمل خلصت اتأكد ان وصلت كل حاجة تنظفت وكل حاجة بترتبع مكانها الموصولة برة تضعها مكانها مسلا او كنت تبقى الحمصورة وطلحها مسلا لبرها شوية الكلام ده كل حاجة بيتم وضعها مكانها المعدات والادوات بيتم وضعها ايه مكانها الامر زي ما انتشوفت مع بعض استقرب في حدود تقريبا اتناشر ساعة لعملية الصيانة دي اذا هنا عمليات الصيانة او كخطوات زي ما شوفنا مع بعض الموضوع مش صعب انت تشوف عندك المشكلة في ايه والله كان عندي والله دلوقتي فيه مشكلة ان فيه تسريب يبقى بعالج التسريب او عالج التنفيس اللي موجود معي بفرق الشحن الاول كلهم بالكامل خلاص عن طريق ان بشغل الضغط هو ابدأ بعد ما تأكد ان في تفريغ الشحنة ابدأ عالج التنفيس اللي موجود معادية الحم بالمستخدام مواد اللحام المناسبة تمام خلاصت عملية اللحام اللي عندي ببدأ ما افرغ منك ان افرغ الدايرة بتاعتي واعيد شحنها كلها بالكامل تاني تمام وابقى تأكد من عملية الشحن ممكن اركب محرك مروحة بتاع المباخر كخطوة تانية مكان الاديم اركب شريتس مسخنات مكان الاديم اركب اللمباط مكان الاديم ارجع ازبط معي اسمام التمدد طبعا للأوضاع المطلوبة فيه حسب درجة الحرارة مطلوبة داخل الغرفة زي الاديم او بالوضع المطلوب عندي ازا انا نهاردة كخطوات انا ازا ملتزمتش يعني ممكن انت نهاردة اكتب لي او في امتحان تكتب لي خطوة مكان خطوة مش هتفرب قوي في مؤسسات الصيام ولكن في خطوات لازم تتبقى مرتبطة مع بعضها يعني النهاردة خلاص حد عملية التفريق يبقى انت هتشاغل مسلا ويحد تتفرغ وتختبر التسريب اكيد بعد الخطوة اللي بعد جاي يكون عملية شحن واختبار برضو تسريب تمام يبقى فيه بعض النقاط تكون مرتبطة بايه ببعضها شوية طيب دلوقتي حسبنا دلوقتي ايه اعترفنا على الزمن الاجمالي للمؤسس اتناشر ساعة تعال بقى نشوف لو هنشوف نحسب تماني الخمات اشوف اجر العامل الفني كام واضربه في عادل زمن اللي هستخدم خلاص واشوف اجر العامل المساعد كام واضربه في الزمن العملية عندي وجمع اللي هو الاجمالي اللي هو سام مسلا التكلفة بخاصة بالفني والمساعد يبقى يطلع معي اجور مين اجور العمال اللي عندي بص كده مع عملها الخطوات دي يبدأ هنا اول حاجة اجور العمل اجر العامل بيساوي زمن العملية في اجره في الساعة اجر العامل الفني خلاص ده تمنتاشر جنيه في الساعة فانا عندي هنا اتناشر ساعة يبقى اتناشر في تمنتاشر ميتين وستاشر جنيه طب عامل المساعد بياخد 12 جنيه في الساعة في 12 ساعة خلاص بعمية واربعة واربين جنيه هجمي عن 216 زائد المية واربعة واربعين هيديني الإجمالي بتاعي 360 جنيه ده إجمالي أجور مين؟ أجور العمال الاستخدامة في عملية الصيانة ببدأ بعد كده أعمل جذبه لحساب التكاليف النهائي في حساب التكاليف النهائي أنا ببدأ هنا أعمل عمية بقى إيه؟ عمية حصر عمية تجميع شوف 8 الخامات اللي استخدامتها في الخطوة الليقولة كان كام؟ 680 جنيه طب أجور العمال لسه حسبنا دلوقتي بنانا عن زمن العملية كان كام؟ 360 جنيه لو أنا جمعت هنا 8 الخامات على أجور العمال قلنا بنطلع مين؟ التكاليف الأولية للمؤيسة يبقى التكاليف الأولية للمؤيسة دايما يتبع بارع عن 8 الخامات زائد أجور مين؟ أجور العمال تمام؟ هيخرج معي المبلغ 1040 جنيه اللي هي التكاليف الأولية التكاليف غير مباشرة زي ما قلنا هنا بعض متعود لأننا مثلا هنا أكتب موجود معي 150% منكز لأ هو دهني كمبلغ يبقى دهني كمبلغ كام؟ 375 جنيه يبقى عندي تكاليف غير مباشرة 300 كام؟ 75 إيه؟ 75 جنيه طيب لو أنا جمعت التكاليف الغير مباشرة على التكاليف الأولية اللي موجودة معنا اللي هي 375 زائد 1040 أجديني 1415 جنيه ده منسميها بقى إيه؟ التكاليف الكلية دي التكاليف كام؟ الكلية يبقى أنا هنا أنواع التكاليف في عندي تكاليف أولية في تكاليف كلية في تكاليف نهائية لسه ما كلمناش على تكاليف النهائية يبقى التكاليف الكلية دي عبارة عن مين؟ عن تكاليف غير مباشرة زي التكاليف الأولية تمام؟ أو بشكل تاني هي عبارة عن تكاليف غير مباشرة زائد أجور العمال زائد 8 الخمات خلاص؟ طيب نحسب بقى الأرباح الأرباح هنا همديني في رأس المسألة قال لي 20% من التكاليف الكلية 20% بقى نقول 20 على 100 في 1415 هيديني مبلغ كام 383 جنيه 383 جنيه أجمع بقى الربح على التكاليف الكلية أطلع التكاليف النهائية لو جمعت 1415 على 383 جنيه هيديني 1698 وإيه وتسعين جنيه وبكده هكون أنا انتهيت من المؤيسة الخاصة بعمليةنا صيانة غرف التبريد عشان هنا أصين المشاكل اللي كلمنا عليها في راسمين المؤيسة الموجودة معين لو جينا بص بقى على موضوع جديد وهو خاص بقى بأنظمة التكاليف المركزي وأنظمة التكاليف ركزي احنا قلنا عمليات الصيانة في المنظومات الكبيرة اللي غرف في التبريد وأنظمة التكاليف المركزي الهدف منها الرئيسي إن أنا بحاول أحدد أو أعمل صيانة لبعض الأجزاء أو اكتشف هنا الأخطاء أو الأعطال الموجودة الأعطال المبدئية أو المظاهر المبدئية في بعض الأجزاء واللي قد تؤدي إلى وجود أعطال كبيرة يعني أنا لما أجي بص أسمع صوت ضوضاء أنا والمطور الكباس شغال بس في صوت عالي قد يكون ده مظهر الصوت العالي ده لإيه ممكن يكون الصوت العالي إنه تيجي تنين الزيت الموجود في الكباس قليل الضغط بتاعه قليل فأنا هنا عملية الصيانة المفروض إن أنا أشوف دلوقتي هل الزيت مستوى الزيت داخل الخزان أو داخل الضغط ده مظبوط ولا مش مظبوط والله اسمها تصوت علم مروحة صوت علم مروحة ده ممكن مش المطور المطور بس المروحة شغالة يبقى قد يكون المروحة ما فيش عملية اتزان ما بينها وما بين الطارة أو الوسائل النار للحركة خلاص قد يكون فيه احتكاك ممكن أبص حط إيديها قدام المكاسب ما فيش هاو بيطلع يبقى ممكن يكون الزيت عنف بتاعتي مسجودة معنى كده أن أنت النهاردة بتحاول أن بتشوف من خلال مجموعة من المظاهر المختلفة الظاهر المختلفة أنك يكون فيه أسباب أو بتكون نتجة عن وجود تسبب فيما بعده عطل كبير يعني ممكن المنظومة بعد كده بقى فيه عندك عطل فيه مشكلة لذلك أنا بحاول أكتشف أو أحدد هنا بعض الأجزاء اللي قد تؤثر فيما بعد على حدوث أعطال أو على أداء دورة التبريد بشكل عام خلاص بحيث نعمل لها عملية صيانة دورية والصيانة والله فيه صيانة دورية فيه تكون فيه صيانة مثلاً سنوية فيه صيانة مثلاً أسبوعية فيه صيانة يومية أنت النهاردة فيه أنواع مختلفة من الصيانة أنت بتكلم بقى على المنظومات الكبيرة بس غالباً من المنظومات الكبيرة إحنا فيه بعض المكونات بتتم إجراء عملية الصيانة في أنظمة التكيف المركزي خلاص بشكل سنوي فيه حاجات بتبقى بشكل نصف سنوي فيه حاجات بتبقى بشكل ربع سنوي ودي فيه حاجات بيتم بقى متابعتها بشكل دولي يعني النهاردة بقى كل يوم بقص على بعمل تشيك على منظومة تكيف المركزي بقص على مبينات درجات الحرارة بقص على مبينات مستوى الزيت بقص عندي على مستوى الأتريبل موجود معي على أو مثلا الأتريبل موجودة عندي على المكسفات حركة المية عملية تغيير المية فيه حاجات كتير جرب نتعلم عليها طيب لما نجي نبص ونشوف نقول مع بعض يا طرق ايه المكونات اللي ممكن هنا نتكلم عليها في أنصمة التكيف المركزي واللي حيتم إجراء عملية صيانة لها انت لو جئت تبص كده في دورة التبيب بشكل عام دورة التبيب انت عندك الشيلر الشيلر نفسه خلص المكونات بتاعته المبخرات الموجودة فيه الضغط المستخدم فيه المكسفات المستخدمة فيه تمام في عندك أداة أداة تمد أو صمام التمدد كل ده فيه إجراءات صيانة خاصة بكل جزء من الأجزاء دي طيب خلصت انت الأجزاء دي موجود معايا طيب تبص مثلا عندك على حاجات خاصة بدورة الهواء اللي موجود معايا أنت لنهارده نتيجي تقول لي مكسف حيستخدم مكسف ده إيه؟ مكسف نوع الهواء طيب مش معاها محركات طيب إيه السيانة خاصة بالمحركات الكهربية الخاصة اللي بتدفع الهواء على ملفات المكسف طيب ده مكسف مائي طيب مكسف مائي مش معاها مضخة هتقوم بسحب الماء وضفعها آيه إيه برضو إجراءات السيانة الخاصة بالمضخات الخاصة بمين؟ بالمضخات العندي طيب والله إنت بترك المضخات مش بتريع عندك فيه ملفات مياه فيها داخلها ومخارجها فيه صمامات إجراءات السيانة الخاصة بعملية الصيانة للصمامات إذن إنت بتجي تتكلم النهارده مكسف ده ممكن تواقي مكسف مائي بس تقضي معاها كمان برج تبريد يبقى برضو إيه الإجراءات السيانة الخاصة برج تبريد ولو برج تبريد هو نوعه إيه؟ يطرى طبيعي ولا جابري؟ وإجراءات السيانة حال بتختلف الطبيعي عن الجابري؟ كل ده هنتعرف من خلاله خلال جزء ده نهارده إن شاء الله على إجراءات السيانة لكل جزء من أجزاء اللي هي منظومات التكييف المركزي المستخدمة معنا يبقى لو جينا نبص كده إيه الأجزاء اللي أنا النهارده باجري على عملية السيانة في أنظمة التكييف المركزي؟ أول جزء هي المحركات الكهربية بأنواعها المختلفة تاني جزئية هي مفاتيح التوصيل الموجودة عندي والفاصل المركبة باللوحة التوزيع والتشغيل تالية جزء هي الضواغط بأنواعها المختلفة المراوح مضخات المياه أو مضخات الزيت للضواغط تمام؟ في عندي دائرة التبريد الخاصة أو دائرة الميا الخاصة بتبريد المكسف بقى من عملية السيانة برضو دائرة الميا بتاع المياه المسلج أو المياه السياخر الموجودة عندي في الملفات اللي بترتودع داخل وحدات المنولة تمام؟ طيب، في عندي دائرة 잡طاءة التبريد اللي هي الكباس والضغط والمكسف اللي هي المكونات بشكل عام تمام لسية في عندي المكسفات بقى من عمية هنا الصيانة خاصة بالمكسفات المبردات زي ما احنا اتكلمنا بعض اللي هي المقصوبة هنا المبخرات تمام في عندي ابراج الايه ابراج التبريد اللي عند يبقى لما يجينا سؤال وليه الاجزاء والمكونات اللي بتجرى على عملية الصيانة في انظمة التكيف المركزي او لمحركات كهربائية بانواحها وهي خلاص اللي هي مفاتيح التوصيل والفصل الموتالي تركب بلوحة التوزيع كنتكتورات وبفضيحة والقواطع واخلافه طيب الضغط بقى نمحها جيد ضغط المسطل في دائر التبريد المراوح عندي مدخات مية مدخات زيت دائرة مية خاصة بالمكسف دائرة مية خاصة بملفات المبردات خلاص او بالغليات دورة وسيط تبريد مكسفات ما قلنا مبردات وابراج مين ابراج التبريد لو جينا نبص كده مع بعض على اجراءات الصيانة الصينوية الاولية للمحركات الكهربية المحركات الكهربية اول جزء انا بيتم هنا عملية فحصه وهو فحص جهد التغذية والطيار للمحرك يعني انا ببدأ اشوف المحرك بتاعي خلاص يطرر المحرك ده الجهد اللي بيسحبه كامل بابدأ ايسه هنا على اطراف هنا الاطراف الجهد التغذية بتاعي بيشتغل بمتين وعشرين فولت هل الجهد موجود متين وعشرين فولت ولا اقل ولا ازد لانه يؤسر عن اداء المحرك تمام يبقى انا اول حاجة بفحص جهد التغذية بسحب الامبير اللي بسحبه المحرك المحرك ده بسحبه تلاتة امبير بحطه بين ست الامبير وبشغل هنا المحرك بتاعي وابدأ اشوف هنا الامبير اللي بسحبه يبقى اول جزء عندي هنا في حجرات الصيانة للمحركات الكهربية انا بفحص جهد التغذية والطيار اللي بيسحبه مين المحرك تاني جزء هنا بتأكد من ان المحرك بيدور بالسرعة المقننة تمام لانا طبعا عندي اجهزة بدقيس سرعة المحركات الكهربية المحرك مكتوب عليه الف وخمسمائة مثلا لفة في دقيقة بركب عندي جهاز تاكوميتر مثلا عندي على مدارة بتاع المحرك ويقيس السرعة طبعا انت بتشتغل مع نظومات تاكيف مركزة فالليس بيكون معاك اجهزة القياس بالشمل كل الجزء انت هتقوم باجراء عملية الصيانة له تمام فبالتالي انا نهاردة في عندي اجهزة بتقيس سرعة المحركات الكهربية ترى هل بيدي نفس السرعة المقننة المكتوب عليه ولا لا خلاص يبقى دي تاني جزء ايه عندي طب يا طرح المحرك ده لما بيجي يعمل عملية بدء التشغيل بيبدأ التشغيل بسهولة ولا بصعوبة ولا في مشكلة يعني النهاردة في بعض المحركات المراوح والكلام ده المراوحة تبدأ تشتغل تبدأ تزن في البداية كده وتقوم تتحرك بالراحة وبعد كده تبدأ تلف تاخد سرعته طب ما دي كده في مشكلة في البدء بتاع المحرك مشكلة البدء دي بقى ابدأ اشوف المشكلة دي بتاعته ايه؟ يبقى بطر بورده بشوف يطر عندي هنا محرك المراوحة بتاعده بيبدأ هنا الدوران بتاعه يبدأ الصرعة بتاعته بالشكل المزبوط ولا لا? بتأكد ان ان زي ما قلنا مع بعض ان فيه تسان عندي يعني انا ممكن انا اتأكد ان المحرك هنا بيتدور بالسرعة المقننة وبتأكد ان المحرك بيبدأ دورانه بطريقة صحيحة وبيصل لسرعته المقننة وكمان بتأكد من اضافة جسم المحرك طبعا جسم المحرك اي محرك بتلاقي فيه مجموعة من الزعانف على الجسم الخارج ودي بتستخدم في تبريد المحرك يعني الزعانف اللي هي شارتيب موجودة عندك او البروز اللي بتكون موجودة على جسم المطور وخاصة المحركات الكبيرة طبعا انتوا عارفين من خصائص الطيار الكهرابي ان او من الخصائص الموجودة معين ان الطيار لو مر في قلب موصل او قلب سلكي بيانتق عنه حرارة والسخنية دي قد تؤثر على اداء المحرك تؤثر على اداء مين المحرك بتاعي لذلك هنا بيبقى عامل الغلاف الخارجي لجسم المطور بيقى فيه مجموعة من الزعانف وتستخدم لتبريد المحركة دي طبعا لزعانف عشان نزود مساحة التبريد الخاصة بالمحرك الكهرابي اللي عنه فيبقى تلنا النهار ده الوقت لو كان فيه اتربة ولا اوساخ موجودة على جسم المطور من برة طبعا هتقالي لعملات انتقال الحرارة يعني الاتربة دي بتكون عازل لانتقال مين الحرارة فبالتالي يجب برضو ان يتأكد معايا السطح الخارجي او جسم المطور بتاعي ايه نظيف خالي من اي اتربة مراجعة المصهرات واللي هو اجهزة الحماية المتركبة على المحرك اللي عني انا طبعا بيبقى متركب مسلا معايا في فيوز ممكن تكون فيوز من فيوز مسلا ايه فيها مشكلة مشرزة متسبتها بشكل مش كويس او في فازة مسلا واقعة فيها مشكلة لأ انا براجع كل المصهرات الموجودة معايا والقواطر الاوفرلود انا با شوفه كان سيغال ولا مش شغال باشوف معايا لو عندي مفتاح طرد مكازة مثلا المحرك بيشغاله اشوف المفتاح طرد مكازة لو كان فيه كباستر بيساعد على البدء اشوف الكباستر كان سليم ولا مسليم يبقى انا النهاردة بعمل عملية مراجعة للقواطع المختلفة والمصهرات ووسائل الحماية اللي بيتم تركبها المحرك يبقى المحرك الكهرابي عموما لما بديني نعمل عملية صيانة اول حاجة ببص عندي على جهد التغذية والطيار اللي بيسحبه تاني حاجة بشوف هنا بيديني السرعة المقننة بتاعتي اللي هي مكتوبة عليه ولا لأ طب تارت حاجة بشوفه هو البيدور وبيصل لسرعته المقننة بسهولة وبيصل ولا فيه مشكلة تمام ولا فيه ايه مشكلة ببص على الجسم الخارجي للمحرك بتاعي عليها اتربة وعليها اوساخ موجودة ولا لأ طب انا طبعا كلمة موجودة اي حاجة هتبقى موجودة هيتم معالجتها الكهربية اللي بتستخدم في انظمة التكييف المركزي يبقى في انظمة التكييف المركزي انت تبص على بعض الاجزائي ما قلنا في المحركات الكهربية بتبدأ كمان تبص على المصرات وتراجع المصرات هل هي موجودة كمان بالمقننة ولا يعني مسلا ده محتاج حاجة مسلا خمسة امبير يبقى هم بتركب ده خمسة امبير ولا لا ولا متركبها على مزايا ده وممكن النهار ده الموطول يتحرق والفيوز اصلا ما تقطعش او ما يحصلش عندك مصرين صهر انت ملاكب هنا مصرات غير متابقة للمواصفات والطيار اللي حيتم يسحبه في الاخلال مين المحرك يبقى نهار ده في خلال المحركات الكهربية لازم اكون عارف زي ما اتفقنا مع بعض على النقاط دي ودي اللي هقوم مع عملية ايه اجراء الصيانة الخاصة بها كمان ببتأ بص على قواعد المطاطية الخاصة بمصر الزات تحت المطوركة بيقى فيه مجموعة جلب مطاطية الكوتشات المطاطية بتقلل الاهتزازات الخاصة بمين بالمحرك الموجود معي ويطرد الوقت الكوتشات دي التكرت بيخليها في حالة من عدم الاتزان بقى فيه مثلا هنا تلامس ما بين جسم مطور وشاسين معدلين اللي متسبت عليه فبينتج عنه دوضاء كل الامور دي بده ابص علىها فحص برضو الجويطات المسبب بها قاعدة مين المحرك ممكن جويط من الجويطات دي بتكسر فبتالي المطور متسبت مثلا بتلت جويط مثلا هو مفروض تسبب باربعة فبيبقى فيه حالة من عدم الاتزان حالة من عدم الاتزان دي قد تؤدي بشكل اواخر بإيه بإن الجويط بيبدأ ان المطور يصدر منه صوت وخاصة أثناء مين عملية تجريل يعني أنا النهاردة لو قلت ان فيه صوت المطور ده لو جيته شغل المحرك الكهرابي وصدر صوت وبعد شوق متفاصلته بقيت صوت قطع يبقى هو المشكلة في المحرك لو ركزت كده أول جوز أبص على قبل ما أبص على داخل المطور أبص على الاتزان هل الأواعد اللي بتثبت عليها المحرك دي متزنة ولا مش متزنة موجودة كلها زي بعضها ولا لا فيه أحد المسامير مش متثبت مش مربوط ولا لا أحد المسامير طبعا احنا كلها بتبقى عندنا جويد متثبت في الشاسية معدنية أو في قاعدة خرصانية خلاص الجويد بركب عليه المطور وببدأ أربط ممكن يكون جويد من دولة مكسور أو فيه مشكلة أو مفكوك فبيتسبب حالة الايه الاتزاز اللي عندي تعالوا نبص بقى على جزء جديد وهي خاصة بعمليات الصيانة السنوية لمفاتيح التوصيل والقواطع المفروض أنا بعمله بالنسبة هنا مفاتيح التوصيل والقواطع قال لي أول جزء لازم دايما أبص على نظافة التامة للأتربة المتوقعة ومتراكمة على أغطية المفاتيح والقواطع دي أحيانا بنكون خشة مثلا على دائرة وأقول لك مثلا المطور مش راضي يشتغل بمجرد مفتح كده مثلا محالك وأبدأ نظف أو الأتربة الموجودة على الأتربة المطور يشتغل زي ما قلنا أحيانا بتكون الأتربة دي عازل خلاص لمرود طياره برضو الحرارة فبالتالي أول حاجة بتأكد أن القواطع دي والمفاتيح المختلفة دي أي أتربة موجودة عليها بيتم إزالة مين الأتربة وتنظفها جيدا قطع التلامس من الداخل لو عندي وقطع التلامس من الداخل ممكن لفك وش وابدأ أنظف معايا كده وأنظف معايا لها قطع التماس الخاصة بالقواطع المختلفة اللي عندي ولو عندي فيه إيشة ولا قطعة مثلا تالفة بيتم إيه استبدالها بأخرى جديدة بتأكد من التثبيت الجيد للمسامير والليات الخاصة بالقواطع خلاص يعني ممكن يكون في عندي طرف من أطراف الكومة مثلا اللي رايح للمحارك بيكون وصل مثلا بالأوفرلود بيش متسبت كويس فيه أوقات يجيز يلي أمس وأوقات تانية يفك فأنا النهار دي يجب أتأكد من التثبيت الجيد للمسامير والليات الخاصة بالقواطع اللي عندي خلاص يعني لو عندي مثلا كنتكتور بضت أنا على الزر اللي هو داخلي عشان يعمل عمية فصل قضت على السوستة دي بترد تاني بشكل كويس ولا بتعلق فأنا بتأكد السوستة دي اللي هي اليايات اللي عندي فأنا بتأكد فيه تثبيت جيد للمسامير اللي بتكون موجودة عند مداخل المفاتيح اللي توماتيكية مثلا واليايات اللي بتكون بداخل المفاتيح اللي عندي كمان مراجعة عملية الفصل لجميع التلموسات والقواطع يعني انا المفترض دلوقتي في عندي تلات مثلا فازات او تلات مثلا تلموسات مثلا بيدخلهم على المحرك بتاع الضغط بتاعي لو جات بصيت لقيت مثلا فيه تلموسين يتنفصل وواحد تاني ملامس وهدي بتقى مشكلة بيبقى في عندك فبراجع هنا نقاط الفاصل وعملية الفصل والتوصيل للتلموسات المختلفة الخاصة بالمفاتيح والقواطع اللي عندي كمان بده افحص القواطع الخاصة بزيادة الحمل لو عندي بقى قاطع افرلود ولا عندي قاطع من قاطع بصم خاص بدرجة الحرارة لو فيها الحمل زياد بيفصل اشوف دلوقتي القواطع دي سليمة ولا مستليمة وما ده من نسبة وطبعا احنا خلال بعض المواد ده وخلال السنين الفاتبت بعض اجزاء خدتوا ازاي نجي رأو عمية السيانة للقواطع والنهار ازاي اختبر افرلود ازاي اختبر 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 المفاتيح المختلفة اللي عندي يبقى هنا بالنسبة للمفاتيح كل شغل تقريبا مرتكز على عملية تنظيف خاصة ليه اللي هي الاغطية الموجودة على القواطع من الخارج تنظيف قطع التلامس ولو فيها بعض الحاجات تاليفة بتم تغييرها بابص التثبيت الجيد للمسامير والليايات الخاصة بالمفاتيح والقواطع براجع عملية الفصل والتوصيل الخاصة للقواطع اه بيشتغل اه بس ما بوصلش هو يفصل صح تمام بابدأ هنا كمان افحص القواطع الخاصة بزيادة الحمل اللي عندي واتأكد ان هي مناسبة للدائرة اللي عندي ولا لا لأن زي ما قلت ممكن يكون مراكب بتاع كباس مثلا اتنين حصان على كباس مثلا نص حصان فبالتالي حيبدأ مثلا الكباس ده ممكن يتحرق والاوفرلود نفسه ما فصلش تمام العيب مش في عيب ان النهاردة الاوفرلود بايز ولا مش بايز لا انت حطيت قدرة اوفرلود او اوفرلود لقدرة محرك اكبر من قدرة المطلوبة فهنا هنا براجع هنا القواطع الخاص بزيادة الحمل وتأكد من مدى مناسقتها للدائرة اللي عندي جزي تاني هو خاص بي المحركات او المراوح نفسها ببدأ احنا افحص المراوح نفسها يعني انا عندي الرياج خاصة بالمروحة نفسها انا ما ديجي بص على المروحة انا بافحص هنا ايه تفحص السير ابص على السير والله السير بدأ يتقطع او فيه مينة بدأ يفيه تشريخ او مسك على حاجة لا انا بغير السير باخر جديد ابص هنا المروحة اللي عندي في استعدال فيه احد برياج المروحة متنية ولا لا فبيتم استعداله من اي انسناء خاص بمحرك المروحة او المروحة بتاعتي طيب يا طير الامروحة دي ببدأ عاقشوف عمود الإدارة الخاص بالمروحة عمود الإدارة اللي متركب عليه ده العمود ده الجلب بتاعته سليمة ولا مسليمة يعني عندي مثلا مجموعة جلب بيركب على عمود دوران عشان حافظ على الاتزاء طيب الجلب دي ه Liam't"? سليمة ولا تأكلت ولا اللي عندي عمود الدوران نفسه حدث فيه تأكل يعني النهاردة في بعض اللي عمود الدوران عمود نفسه متاكل. خلاص? طب النهاردة العمود المتاكل ده له حل اه طبعا عندنا الحلول. والله انت بتغير اما بتغير هنا قلب بالكامل اما انا بعض الناس بتقوم اغضينه على مخرطه وبيصبره مثلا مادة انتيمونيوم ويدي على مخرطه يتم عملية مسحه وعودته مرة اخرى من جديد. تمام? لان كل الاعمدة وعدم النهاردة فيه تآكل في عمود الدوران او تآكل فيه الجلب اللي بتثبت على بتثبتكم بتثبت على الاعمدة ديت. طبعا بيؤدي ان المروحة الى حد ما بتيجي تقفش في بعض الاوقات. وتسمع سوزنة والزنة ديت ممكن يبقى حملة على المحرك وممكن يؤدي المحرك نفسه. يعني تبقى فيه مشكلة في رياشة المروحة وتبقى يؤدي المغاتور نفسه يتحرق. خلاص? فانخلي بالنا من حاجات دي. يبقى من النقطة الموجودة معي. انا قلت بفحص السيور الموجودة معي. افحص سيور نقل الحركة وبتأكد من ايه? من سلامتها وعدم موجود اي تآكل بها. خلاص? وبستبدلها لو لازم الامر. تاني جزئية بفحص عمود ادارة المحرك بتاع المروحة وبتأكد من عدم موجود ايه انحناءات دي او تآكل فيه. تاني جزئية كمان انا براجع تثبيت طارة المروحة. خلاص? مع عمود بتاعتي. مش انا كنت بركب عمود دوران طارة. طيب الطارة دي ممكن تكون متركب على الجزء التاني فيه طارة تانية على ريشة. خلاص? فبالتالي انا براجع هنا فيه تثبيت انا بثبت الطارة على عمود دوران كويس ولا لأ? انا بتيجي تركب الريشة بتاعة المروحة وتحطها على عمود دوران بتاعة مطور المروحة العادية اللي في البيت. فيه مصمار من الجنب كده مصمار تثبيت. فممكن تركب الريشة وتبدأ تلف معاك وبعد شوق الريشة طارت او نطرت من على العمود. نتيجة القوة الطارة ده مركزية. فيه مصمار بيثبتها. فما تنساش ان تثبت هنا طارة المروحة مع العمود ايه? جيدا. بتأكد هنا برضو من عدم موجود اي صدى بي المروحة. انه نهارده اللي لقيت اي صدى موجود عندي على المروحة ببدأ او على ريشة المروحة ببدأ هنا بجيب صنفرة ببدأ امسح بها كويس جدا لانظف حيث ريات ويتم اطلاقها تاني بطلاق مناسب بحيث ان انك بتحول تقلل ان العملية طبعا هنا طالما ماشا فيها البرومة ولكن انت بتقلل الفترة الزمانية. يعني بدلا ما البرومة مسلا تبدأ تاكل هنا اللي هو ريشة المروحة دي بعد مسلا سنة حتى ممكن تقعد سنتين تلاتة اجراء عملية صنة بيتطول من العمر الافتراضي للمعدة او الجزء اللي انت بتعمل له عملت ايه? صيحون. فانا النهارده برضو ببص على ريشة المروحة ببص لو لقيت ريشة المروحة عليها من بر اي اجزاء فيها صدق بيتم هنا تنظفها واعادة اطلاقها مرة ايه? مرة اخرى. ببص على ريشة المروحة لو في اي انحناء او اي اي ميل فيها بيتم برضو استعدالها واعادة تركيبها او لو كانت بتتم هي مطلوب ان استبدالها باخرة جديدة بيتم استبدالها بشكل كامل. تمام? دي بقى بالنسبة عندي للمروح. طب ببص على السيور. ببص على تثبيت المروحة على عمود الدوران. ببص على عمود الدوران نفسه في حناء ولا متنية ولا متأكل ولا الكلام ده. تمام? بابدأ كمان على المروحة نفسها هي نفسها فيها انحناءات او متنية ولا لا. على صدق او فيها تآكل او صدق على رشة المروحة نفسه ولا لا. لابدأ لما تيجي تتكلم حاول ان انت تكون بقدر مستطاع تيجي تقول اجراءات سيانة السنوية الخاصة بالمروحة غير المحركات الكهربية. دي حاجة ودي حاجة. تمام? لابدأ تيجي تتكلم على المحرك نفسه الكهربي. انت بتتكلم على اجزاء معينة. على حاجات معينة. تتكلم على المروحة. تتكلم من على الطار اللي متركب على عمود الدوران. تتكلم على السير اللي بين ايه الحركة. بتكلم على عمود الدوران نفسه خاصة مراحة. بتكلم على ريش بتاعة المراحة. تمام? كل جزء. في ريش طبعا في ريشة ممكن يكون على صدق او تآكل. في ريشة مسلا تكون متنية. يبقى انت بتكلم على جزئية اتنين دولار. عمود الدوران ممكن يكون فيه تآكل او فيه الحناء بيتم استعداله او بيتم مسلا مسلا جزء مسلا معداني فيه وتم تجليخة مرة تانية عن طريق مخرطة. كل الاجزاء دي انت ببص عندي على الاجزاء في عملية الصيانة الخاصة بالمراوح اللي عندي. طيب. لو جينا نبص كده برضو في جزء تاني وهو على يبقى المضخات البنط. يا طرح ما كنت يتكلم النهاردة على مضخة. هي المضخة دي. من بره انا قلت مضخة زي مطور المية اللي بيستخدمها عندنا في المنازل. هي بتقوم بسحب المية اللي بتتفحها بعد كده. سواء كان بقى المضخات اللي تستخدم لسحب المية البردة من برج التبريد وتتفحها المكسفات المائية. او المضخات اللي بتستخدم لسحب الماء المسلج واللي بتتفعه الملفات الموجودة داخل وحدات المناولة. عموما بشكل عام المضخة. انت بتبص على الجسم الخارجي اللي المضخة. عليه اي صدق او تآكل ولا? تمام? يبقى لو عليه اي صدق او تآكل بيتم معالجته وطلقه مرة ايه? مرة دي ده. بابدأ ابص عندي كمان هنا الحوامل بتاعة المروحة. بتاع المضخة. حوامل المضخة اللي انت بتتكلم عليها زي ما قلنا الجلب. ممكن الجلب اللي موجودة معي. البلي نفسه لو فيه عندك بتركب عمود دوران بلي. لو كان فيه صوت او فيه ارقادة او في صوت المحارك ولا ممكن اقول لك عايز والله اغير ايه اغير بلي او اغير جلب. يبقى هنا بفحص حوامل المضخة. بفحص جسم المضخة من وجود اي صدق او تآكل فيه. خلاص. بفحص حمود ادارة نفسه. ومدى اتزانه. انت المطور ده بيبقى عبارة عن جزء ايه? في جزء ميكانيك يا جماعة اللي بتنمي سحب المية وفي جزء كهرابي تاني اللي فيه المطور. بتلاقي جزء الواصل ما بين الاتنين. في عمود دوران كده كوبلنج المواصل. فعمود الدوران ده هل متزن ولا مش متزن? يعني انت لو مش 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 ميثبت المحارك بتاعك بشكل متزن. هبقص تلاقي فيه رفة في عمود الادارة اللي بيطالع ما بين من المحارك الكهرابي لليه المضخة. وده بيان تجعله صوت او وقد بعد كي يحصل فيه افش عندك للمضخة اللي عني. فانا انا ببص هنا على السطح الخارجي للمضخة. تمام? ببص كمان على الحوامل زي ما قلنا بتاع الخاصة بالمضخة. ببص على التزان عمود الدوران الخاصة بالمضخة اللي موجود معي واللي يكون ما بين جزء الكهرابي وجزء الميكانيجي اللي في المضخة. ببدا افحص كمان اي جوانات بقى. تعرفين انت بتعامل مع اه مية. والمية ممكن بيحتصى عملية التسريب. ما فيش حد بيركب معدن مع معدن بشكل مباشر يا جماعة. لازم يكون في جوانات مطاطية. وجوانات تتعمل عملية هنا تمنى عملية التصرب. تمنى عملية مين? التصرب. اي صنيعي او اي فني حتى لما بيجي نشتغل ويركب عندك وصلات مية بالكامل. لازم بيجي تركب ايه? بيكون في عندك جوانات موجود معي. فانا برجع الجوانات دي فيها تآكل بتصرب مية ولا ما بتصربش خلاص عندك. يبقى المضخات كل اللي قلنا مع بعض. بدي تبص على السطح الخارجي بتاعها. السطح الخارجي بتاعها عليه اتربة او ساخ او مصدي او عليه اي حاجة. بيتم هنا معالجتها. تاني جزئية بتبص على الحوامل اللي شايلها عمود دوران نفسها. فيها تآكل لو ما فيهاش. خلاص. تالت جزئية بتيجي تبص نفسها على الاتزان بتاع العمود الدوران اللي موجود داخل المضخة. اللي موجود معي. وربع جزئية بس تبدل اي جوانات او اي جوانات تاليفة. طالما انا فكيت بغير الجوانات. لان كده كده بدأت تتاكل وعملية الفك الرباط والفك غالبا ما بتتلف الجوانات. تمام? لكن انت بتقرص بسن معدن عندك اوز معدن على جزء معايز جوانات. لو جيت فكه تاني غالبا بتبقى الجوان نفسه ايه? بلاقيت لفنا بغير الجوانات الموجودة معنا. تمام? طيب. بص بقى على الكباسات والضواغت اللي عندي. لو جينا بص على الضاغت اللي مستخدم عندي في انظمة تكيف المركز. انا بستخدم. طبعا بتكون لها ضواغت مفتوحة. وغالبا تكون ضواغت ترضية منوال ايه? المفتوحة في بعض الانظمة كبيرة بتستخدم اللي هو الضاغت او الضاغت ترضى مركزية. لو بصينا هنا الضاغت ترضى مركزية مسلا عندي انا بابدأ افحص صمامات الخدمة. عندي الضاغت كل ضاغت بمتركب على مدخرة ومخرجوا صمام خدمة. ابدأ افحصه. افحصه يعني ايه? اجي مسلا على جزء كده مسلا كده بريد عشان شوف عدد الضغط العالي كام ولا من كامش. انا مركب عليه ججي مسلا موجود معايا. اه اللي هي مجموعة بابدأ اشوف معايا الضغوط بتاعتي. فانا بختبر هنا ايه? صمامات الخدمة وفحصة بشكل ايه? جيد. اللي بتركبه متركبة على مدخل ومخرج الضاغت. كمان هنا بابدأ هنا انضف هنا المصافي والمرشحات الخاصة بالزيت. الواحدة دي بيكون في عندك العربة المرفق من تحت في زيت. اه فيه مضخة ممكن بتقوم ساحبة الزيت وتدفعه على الاجزاء المتحركة داخل الضغط. تمام? في ترى اللي عندك فيه مصفة اللي بتكون متركبة مصفة ولا لأ عشان ترشح الزيت. لان لو فيه رايش دخل ما بين البستم ما بين السلندر اللي عندي بيجرح البستم فبالتالي بيكون مثلا يعني عمية تسريب للضغط من اعلى البستم لا اسفل البستم. خلاص. فبالتالي ممكن يؤدي لا ايه? ان ضغط مش هيديني الساعة التبردية المطلوبة عندي. انا عشان كده انا بنضف فينا مصافي. المصافي المرشحات الخاصة بعباية تزيد. زي ما قلنا بافحص صمامات الخدمة والطرد والسحب المتركبة على الضغط. كمان بافحص اجهزة رفع الحمل. خلاص وتأكد من مدى صلاحياتها وقيامها. بعملها. طبعا اجهزة رفع الحمل انت بتتكلم مع دواغة كبيرة. يعني ممكن انا هارده افصل جزء من ضغط او افصل مثلا مرحلة من ضغط او يكون عندي منظومة تبريد. انا وصلت للدرجة المطلوبة داخل الغرف. خلاص. مش محتاج التلات كباسات الخاصية بالشراء اللي مسلا يشتغلوا. فابدى ارفع الحمل. ابدأ افصل مسلا كباس منه. افصل كباس تاني. الاجهزة اللي تستطيعها من رفع الحمل ديت من عناصر حساسة هل هي شغلة وبتعمل بكفاءة ولا لأ? وبختبر هنا لايه? الوحدات دي. يبقى انا انت لما تيجي تكلم قلت وزي ما قلنا بواعد على الضغط. بشوف عندك بلوف الخدمة بتاعة سحبه والطرد. وتأكد من مدى صلاحيتها الموجودة معايا. خلاص. بابدأ كمان ابص عندي على الزيت. واشوف مصافي الزيت والمرشحات الخاصة بالزيت. ان دي ممكن تسبب لي مشاكل فيما بعد. في الضغط نفسه. تمام? بابدأ اشوف كمان زي ما قلنا مع بعض مستوى الزيت. وابدأ افحص كمان اجهزة رفع الحملة اللي بتكون متركبة مع مين? مع الضغط. كمان في النقط اللي موجودة معنا هنا. لو كان الضغط من النوع المفتوح. اتأكد كمان ان فيه التزان في وصلة ادارة. طبعا تبقي ميمة المفتوح زي ما قلنا مع بعض. الجزء الكهرابي الواحده والميكانيكي ايه الواحد. وبقى اللي الحركة مبينهم. يا اما عن طريقة طرور وضغط وسير. او بيكون معندي وصلة مباشرة ووسلة ايه مباشرة. اتأكد بقى في حالة مكون فيه وصلة مباشرة. اتأكد ان فيه التزان ببين الجزء الميكانيكي وجزء الايه? الكهرابي. طيب. لما اجي اعمل صيانة للضواط وارفع هنا رؤوس الاستوان. يعني فك بقى الضغط نفسه. وفك وش الاستوانة من فوق. خلاص? اللي هو بسا ما عندي رؤوس الايه? الاستوانة. طيب. اول حاجة اشوف معي الاستوانات. فيها اي تآكل? يعني ببدأ فكية البست ومبسية وش الاستوانة. لو الاستوانة فيها اي تآكل بيتم فكي الضغط بالكامل ويتعمل له عملية عمرة. وبص بقى ان كان النهاردة الموضوع هيتم تغيير استوانة ولا لا. استوانة ولا ايه? ولا لا. طيب. يبقى انا النهاردة في الضغط التبريد الموجودة عندي بالدائرة قبل ما بجري عملية الايه? الصيانة. جزئية التانية اللي بيجي نتبص بقى في بعض الملحوظات اللي بنبصوا عليها كده. عملية الصيانة الصنوية هنا بالنسبة للضواط الاديمة. الضغط الايه? يعني عند ضغط اديم. ممكن بتتم هنا كل مسلا فترة زمنية. كل مسلا ايه? مسلا سنة. وانما ضغط الحديثة اللي موجودة عندي واللي بتتركي مثلا فيها انفنتر وبتركي فيها بعض الدوار التحكم اللي بنراعي فيها عملية اه توفير الطاقة والكلام ده. ممكن بتتم هنا بعملية الصيانة بتاعتها كل تلات ايه? تلات سنوات. انما لو حبيت اعمل عمرة كاملة للضغط. عمرة كاملة للضغط كل خمس سنوات. حتى لو ضغط بيديني الشغل المطلوب منه. يبقى انا بعمله عمرة كاملة كل كام خمس سنوات. طبام? يبقى انا في خلال جزئي اتعرفت معي. ازاي تلات السنة السنوات المخاصة بمين? بالضغط بتاعي. طيب بالنسبة للمكسفات. انا عندي هنا طبعا انواع مختلفة من مكسفات. مكسفات الهوائية. ودي انا براجع بقى اللي هو الاسطح بتاع المواسير. فيه عليها اي اتربة او لا. تمام? كمان بتأكد من عدم موجود اي خفص في المواسير بتاعتي. بالنسبة كمان لو كان عندي زعانب بتاعتي ما تكون عليها اي اتربة او لاوساخ. بستخدم هنا طيار من الهواء المضغوط. بلاور بستخدم بنضف فيه الاتربة اللي قدامي. بتأكد كمان بان الهواء بيمر من خلال الفتحات بشكل ايه? بشكل جيد. يبقى انا براجع دايما هنا اي اوساخ او اتربة على اسطح المكسف. اي خفص في المواسير. اي انسداد في الزعانف الموجود معايا. وعشان استخدم معاملة عمي التنظيف بستخدم طيار من الهواء ايه المضغوط لتنظيف مواسير وزعانف المكسف بتاعي. تمام? كمان انا بستعد لاي زعانف منحانية وبتأكد من سلامة كمان محرك المروحة الخاصة بالمكسف والتوصلات الخاصة بيه. على شغال ولا مش شغال. وريشة المروحة نفسها. المتركبة على عمود الدوران. بتدي لي كمية هوا المطلوبة ولا لا? وبتأكد من عدم وجود تنفيس بمواسير مين? بمواسير المكسف اللي عندك. يبقى كده بالنسبة للمكسفات الهوائية. اللي هي بتبص عندك على اتربة والاوساخ. بتبص على طائرات الهواء. بتبص من سلامة المحرك والمروحة اللي متركبة معاه. اي زعانف بيتبقى فيها الحنائية بيتم استعدالها. خلاص. اي مواسير بيتم هنا عندك فيها خفص بيتم استعدالها. اي تسريب في المكسف بيتمه معالجته ايه? ولحامه تاني. طيب. بالنسبة عندي بقى للمكسفات المائية. المكسفات المائية انا ببدأ افحص المواسير برضو. وبستبدل اي مصورة تلف. يعني اي مصورة متاكلة ولا فيها تقب ولا كان ده بغيرها. ببص على كل الصمامات الموجودة معي في الدائرة. تمام? وفكها واعمل الاصلاحات اللازمة لها. بتأكد من اي جوانات موجودة وبتأكد جوانات ديها فيها تآكل او فيها تسريب ولا لأ بيتم تغييرها وتعمل. بفحص كل الممورات المائية اللي متأكد من عدم ايه وجود اي خطأ او اي موجود فيهم. طيب. يبقى. احنا كده بنتعرف كده وعرفنا على المكونات الاسسية في اللي بتكون موجودة في الشلارات. خلاص. او بمعنى اصح ان المكونات ما في انظمة التكييف المركزي. وبعض العناصر اللي اخدنا النهاردة مجموعة من العناصر اللي بيتم اجراءات الصيانة وايه اجراءات الصيانة الخاصة لكل من الضوات والمحركات الكهربية والمفتيح والقواطع. وتكلمنا كمان على المكسفات. وكلمنا على المكسفات المائية والمكسفات هوائية بشكل عام بأنواح على ايه? ايه المختلف. التالت عدى بنا سريعا. ان شاء الله بامر الله في حلقات لاحيقة هنستكمل مع بعض اجراءات الصيانة الخاصة بمنظومات تكيف المركزي وبعض المؤيسات عليها أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته